بس سريعا للإدارة العامة للمرور بغرفة الإدارة المركزية لكي نتعرف على السيولة المرورية النهاردة في القهيرة زمانتنا العزيزة كريستين رياض أهلا بك يا كريستين لو تروح معنا كده تقول لنا أخبار الشوارع القهيرة والمحاول المرورية النهاردة صباح الخير حسام ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام نتابع أهم التفاصيل الخاصة بالمرور وسير العملية المرورية على الطرق من داخل الغرفة المركزية التابعة للإدارة العامة المرورية نريد أن نطمئن جميع المشاهدين على سير العملية المرورية بشكل سلس منذ الصباح اليوم هو الجمعة ولكن الغرفة المركزية التي أقف فيها الآن هي مختصة بالطرق السريعة والربط ما بين المحافظات يمكن أن ترينا الكاميرا أن هناك سيولة مرورية على الطريق نفق السلام بداية وأيضا الطريق الدائري هذا بالإضافة إلى نفق الأنئي أو محور المشير هناك سيولة مرورية يمكن أن نشاهدها من الشاشات التي تطل على الطرق السريعة في مختلف المناطق حول محافظة القاهرة العاصمة هناك ملاحظات كثيرة جدا من قبل المواطنين بتكسيف الحملات المرورية لمختلف الطرق السريعة سواء كانت حملات الرادار الكشف عن الرادار أو الكشف عن المخدرات هذا بالإضافة إلى أيضا عدد كبير جدا من المخالفات التي تم رصدها في شهر أغسطس الماضي حسب بعض الأرقام والإحصاءات التابعة للإدارة العامة للمرور هناك مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعمية واحد وأربعين مخالفة من مختلف المخالفات على مستوى الجمهورية من ضمنها المخالفات دون الترخيص ومخالفات بدون لوح ومخالفات السير العكسي هذا بالإضافة إلى مخالفات الخاصة بالسيارة نفسها أما عن الحملات المرورية عددها 10.916 حملة لكشف عن المخدرات السلبي منها 9.524 والإيجابي منها 1.392 مخالفة على المخدرات في شهر أغسطس فقط هذه هي أهم الإحصاءات وأيضا الأرقام الخاصة بالإدارة العامة للمرور من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة المرور شكرا جزيلا من الزميلة عزيزة كريستينيات شكرا جزيلا ممكن كانت تقرأة لشوارع القاهرة كده دنيا تبعملت ازاي